كسر حزني سكون الليل وجرحك يا علي تكلم أنا العباس بجروحي رسمت على الدهار ما تم من وحشا قلب زيانا سوادي الليل لا يتعلم ومن عاني الحسن وحسن لون الليل لون الدم الالي العظيم إننا لله وإنا إليه راجعون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان الصلاة والسلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا إمام المتقين السلام عليك وعلى محرابك الحزين السلام عليك وعلى شيبتك المخربة بدمك السلام عليك وعلى دموع الحزن والعزان السلام عليك وعلى بكاء زينة يا غريب يا غريب أمير المؤمنين غريب يا مظلوم سيدي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوس فوزا فوزا عظيم يا إيماء شهر الصيام شهر الصيام به الإسلام قد فجع يا الله عظم الله لكم الأجر شهر الصيام بالإسلام يا إيماء قد فجع وفي رزيته قلب العدى أنصدع شهر الصيام يا إيماء يا إيماء بكت عين السماء دمًا شهر الصيام يا إيماء بكت عين السماء دمًا وفي جبريل ما بين السماء يا إيماء 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 به صدعا أيواء إماما وعليا الله أكبر آه اليوم سيف أشق العالمين لقد غضى شخص الوصي وفي محرابه سيف أشق العالمين لقد غضى شخص الوصي وفي محرابه مظلومية أمير المؤمنين وولا اليوم مات الأداء والدين منهدمون وفي ثياب الأسى قد بغايت مد رعاية اليوم فلتسكب الأيتام عبرتها ولا تتركوا الصبر لكن تزعبوا يقول جزعا تقل أبويا عقمك يابويا وين نروح الله يساعد قلب زينبا الله يساعد قلب أمير الإمام الحسن والإمام الحسين تقل عقمك يابويا وين نروح يا أيبتي ويا سلوة الروح أبويا على مصيبتك على مصيبتك ما بطل النوح أبويا فقدك بقلبي مأثر جروح والله أفقدك بقلبي مأثر جروح تخاطب أمير المؤمنين زينب تقل أبويا عقمك يابويا وين نروح وهيهم صارت يتيمها بعد الزهراء والمصطفى تقل أبويا عقمك يابويا وين نروح من تجيني أنا تحيرت يا نور عيني والله أنا تحيرت يا نور عيني قبت وين يا حامل حمي يا أيبتي ويا خيم علي وإذا لما ندى جبريل ما بين السماء والأرض قامت تنادي أختها أم كلثوم تقل يا زينب ترى تصوب الوالي زينب زينب قوية زينب يختي ترى تصوب الوالي الوالي وانا على بوي انشده بقالي والله وانا على بوي انشده يا ايه يا ايه بقالي يا ايه بقالي وصاب وصاب شلون لرسول الله وصاب على زينب الامراد وصاب على ايه بقالي وصاب على ايه بقالي يا ايه بقالي وصاب 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 مثل ما زال دم على الوطي والله مثل ما دم زال على الوطن لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة نحتسب وجرها عند الله قال المولى جل وعلا في محكم كتابه ومنير خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظموا درجة عند الله وأولئك هم الفائزون تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر إمام الأمة وولي النعمة وقضاء للحوائج ونورا للقلوب وعطرا للأفاة وشفاء للمرضى ورحمة للأموات فنصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يصعب الكلام عن أمير المؤمنين علي علي اللي هو الفضائل بعينها علي هو القيم بعينها لما لما نتكلم عن مولانا أمير المؤمنين ما نتكلم عن واحد عند مجموعة من الفضائل والقيم والخصائص الطيبة لا إنما أمير المؤمنين علي هو القيم هو الطيب هو الأخلاق هو الفضيل بعينها أمير المؤمنين يتحير الإنسان من أين يبدأ وكيف يبدأ ولادته تحير العقول وهو صغير في حجر الحبيب صلى الله عليه وآله يحير العقول وهو فتاة يحير العقول حينما أصبح عظيما من عظماء الإسلام فصاحته شجاعته كرامه زهده أخلاقه عبادته تحير العقول إذن علي محور وقطب التعيين والتشخيص للقيم والفضائل إذا ردنا أن نعين نسبة الفضيلة عند شخص ما الشجاعة الشجاعة الفصاحة الزهد الكرام معياره التشخيص علي بن أبي طالب ومن هنا شي يقول هذا الكاتب بالنسبة إلى فصاحة أمير المؤمنين يقول ألا إن للفصاحة دوله وإن للبلاقة صوله وإن حامل لواها الغالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام حينما ندقخ في هذا البعد بعد الفصاحة يتحير الإنسان عن قدرة وقوة البيان عند أمير المؤمنين إخواني ابناب الحديد المحتزلي في شرحه على النهج المبارك اللي هو من طرق معرفة أمير المؤمنين أحياناً ندرس علي من نهج البلاقة أحياناً نريد نعرف علي من شجاعته من كرمه من عبادته فالدراسة تارة تكون فقط من باب واحد من جهة واحدة تحير الإنسان والواقف والباحث هذا ابناب الحديد المحتزلي حينما يمر على كلمة لأمير المؤمنين يقول أتحير آنه يا سبحان الله هذا العظيم أجمع بجملتين بكلمتين كل ما أراد الله من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب السماء قالها قالها علي عليه السلام في جملتين جملتين ابناب الحديد المحتزلي يقول تحيرني في شرحها في بيانها ليش؟ قال لأن كل قيم السماء كل الغايات والعلل من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب كل ما يريد المولى من العبد المكلف أجمعها أمير المؤمنين بعبارتين يعني كل ما يوجد في الزبور كل ما يوجد في التورات إشعدنا من قيم إشعدنا من أحكام من معارف بالقرآن يقول علي ابن أبي طالب أجمعها بكلمتين يعني عصارة الأديان خلاصة خلاصة البعثة لجميع المئة أو أربعة وعشرين ألف نبي جمعها أبو حسين بكلمتين شنو هاي الكلمتين قال قال علي التوحيد اللا تتوهم حفظوها حفظو هاي الكلمتين لأمير المؤمنين التوحيد اللا تتوهم والعدل اللا تتهم يعني هما الأنبياء جاءوا حتى يعرفون التوحيد وطرق وسبل المعرفة والعبودية إشلون نعبد المولى وإشلون نعرف المولى وسبيل المعرفة سبحان الله أما يصفون إلا من يقدر يوصف المولى اللي غيب الغيوب من يقدر يعرف المولى أولا هو كون يعرف الجليل جل وعلا ثم عند هذه القوة وهذه الأهلية والطاقة حتى يعرف المولى سبحان الله أما يصفون إلا عباده المخلصون المخلصون يختلفون عن المخلصين هؤلاء المولى أولا جعلهم في أعلى في درجة عالية من المعرفة بالجليل جل وعلا ويزدادون معرفة وعندهم إذن السماء اصطفاهم الله حتى يعرفون الجليل جل وعلا هذا أمير المؤمنين علي سلام الله عليه اللي في عبارة أخرى لأحد المفسرين حينما يمر على قضية البسملة في القرآن الكريم ويقول اللي يقتدي بأمير المؤمنين علي فقد اهتدى لأن إذا واحد اختدى بأخلاق علي إذا واحد اختدى بعبادة علي إذا واحد اختدى بزهدي وكرمي وشجاعة أمير المؤمنين فقد اهتدى لما يمر بفخر الرازي على مجموعة من الأقوال في البسملة إنها من جزء الصورة أو موجز الصورة الجهر بها لإخفابها يذكر قول ويقول ألا وأن للشيعة الجهر ببسم الله ليش الجهر ببسم الله للشيعة قال هم يقتدون بعلي هم يقتدون بعلي فمن اقتدى بعلي فقد اهتدى اللي يقتدى بأمير المؤمنين فقد اهتدى لأن محورية الحق لأن محورية الصواب والمعية الكاملة مع القرآن والحق هي عند أمير المؤمنين علي علي مع القرآن والقرآن معه علي مع الحق والحق معه علي 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 نجل هذه الآية أخواني المولى جل وعلا جعل القرآن كله يشير إلى أمر الولاية يشير كما يشير إلى أمر التوحيد كما يشير إلى أمر المعاد والقيامة والنبوة دققوا عندنا مجموعة من المفردات اللي حينما ندرس المفردة نتأمل على الكلمة واستعمالاتها في القرآن تأخذنا إلى صراط مستقيم تأخذنا إلى الهداية الصراط المستقيم هو محمد المصطفى الصراط المستقيم هو الإمام علي المرتضى كل ما ثبت للنبي من مقامات ملكوتية كل ما ثبت للنبي من مقامات ولائية كل ما يوجد من حالات عبادية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي أيضا ثابتة للإمام أمير المؤمنين ما عدا النبوة ما عدا النبوة أمير المؤمنين مقامه الرفيع اللي يقول الإمام الرضا حينما يسئلون الإمام الرضا إن أمير المؤمنين أي مقام من مقاماته فريد من مقاماته وحيد ما إلى نظير ما لشبيه ما إلى أي واحد على الأطلاق يصل إلى هذا المقام قال القرآن يجعل النفسي الواحد بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمير المؤمنين عليه هذا المقام فريد إخواني ما عدن أي نبي أو أي وصي بعد الإمام المرتضى عليه أفضل الصلاة والسلام إنه أصبح إن القرآن يقول نفس المصطفى نفس محمد ومن هنا تبلور إلينا في الدعاء حينما نريد أن نستغيث بالمولى ما نقول نقول يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان اكفياني فإنكما كافيان تارة نقدم النبي على الوصي وتارة نقدم الوصي على الولي لأن الإيمان بالولي إيمان بالنبي لأن الإسلاء التسليم إلى الوصي تسليم للنبي هذه الحالة حالة الإيمان بالولي هو إيمان بالنبي ولا يكمل الإيمان بالنبي إلا بالإقرار بنبوء بولاية وإمامة الوصي القرآن يشير إليها لكن ما يذكر في قضية موسى وهارون ويجعل القرب ويجعل أهمية الإقرار بوصية ووزارة هارون هي تلقائيا الإقرار والإيمان بنبوة موسى لما نشوف السحرة آمنوا ورأوا الآية الكبرى اللي المولى سلح بها موسى سلام الله عليه جعل الله إقرار المسحرة في القرآن الكريم بعبارتين تارة يقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأيضا عندنا عبارة أخرى يقولون آمنا برب هارون وموسى آمنا برب موسى وهارون لما السحرة يقولون آمنا برب موسى وهارون وتارة يقولون رامنا برب هارون وموسى هذا التقديم والتأخير بالإقرار للنبوة والإقرار إلى الوزارة والوصية هو كله لإيمان الكامل يعني كمال إيمان السحرة متى يكون حينما يقرون بولاية موسى بولاية هارون ونبوة موسى ولا إيمان للسحرة إلا أنه يقرون بنبوة موسى ووصية وزارة هارون عليه السلام هذا أمير المؤمنين علي ونكمل البحث في مقامات أمير المؤمنين إمامنا علي قدوة إمامنا علي أسوة في كل أفعاله وأقواله كان مقسم الليالي في شهر رمضان أن يمر على عياله ليلة عند الإمام الحسن وليلة عند الإمام الحسين وليلة عند زينب وليلة عند أم كلثوم عند أم كلثوم الله أكبر وإذا هذه الليلة أم كلثوم تقول شفت أمير المؤمنين اللي عندي لكنما حالته الليلة تختلف عن سائر الليالي والحالات الليلة أمير المؤمنين كل شوي ويطالع السماء ويقول هي هي والله هذه الليلة التي وعدني رسول الله بها أمير المؤمن ينظر إلى النجوم ويصلي وأخذ تلك الليلة ساجدا راكعا وهذه البنت تشوف الأبو بهالحالة تقول لأ الليلة من دون الليالي بو يا الليلة من دون الليالي ما غمضت حيونك يا والي بو يا الليلة من دون الليالي ما غمضت حيونك يا والي يا جنو الزباب يا بعد خالي بو يا نشد عليك نشد أبا علي تشن باليتي مراقض التالي تالي والبيت من ناكض الخالي عظم الله لكم الأجل أين المنادي وعليا أين المنادي وإماما ينظر أمير المؤمنين إلى السماء وهو يقول والله يا هذه الليلة والله ما كذبت ولا كذب عظم الله لكم الأجل وإذا بأمير المؤمنين أسبغ وضوعه وبدل ثيابه ونوى المسجد نزل في دا من الدار بداره هذا البيت وإذا بطيور أمامه يصرخ النافي وجهه وإذا بأمير المؤمنين يقول والله لا إله إلا الله سوائح يتبع نوائه أظم الله لكم الأجل وصل علي إلى الباب أراد أن يفتح الباب تعلق الباب بمأزره فك المأزر أخذ يشدؤه وهو يقول أشدود حيازيمك للموت فإن الموت لاغيك أرضم الله لكم الأجل أشدود حيازيمك للموت فإن الموت لاغيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحك كدار كذا كدار يبكيك اللهم بارك لي في لغائك الله أكبر الله أم بارك لي في الموت عظم الله لكم الأجل دخل أمير المؤمنين إلى المسجد صلى ركعتين ثم صعد المأذن أذن أمير المؤمنين وَلَنْ يَبْقَى بَيْتٌ فِي الْكُوفَةِ إِلَّا سَمِعَ صَوْتِ أَمِيرِ أمير المؤمنين مُنادياً حيَّ على الصلاة حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح حيَّ على الفلاح نزل أمير المؤمنين من المأذنة وهو يخاطب النائمين في المسجد الصلاة الصلاة يرحمكم الله عظم الله لكم الأجل جاء أمير المؤمنين إلى المحراب صلى الركعة الأولى رفع رأسه من الركوع ذهب إلى السجود أين المنادي وعليا وإماما وسيدا رفع رأسه من السجدة الأولى وإذا باللعين شاهراً سيفه ضربه على رأسه أيوة عليا وسيدا غائلاً ألا الحكم لله لله خر أمير المؤمنين بالمحراب مُنادياً هذا ما وعد الله ورزوله وصدق الله ورزوله أظم الله لكم الأجل ضجة الملائكة بالسماء هبت السماء ريح سوداء وظل مظلمة ونادى جبرئيل ما بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى اقرأوا إياه وإنما تكون تقدمت وتهدمت والله أركان الهدى انفصمت والله العروة الوذقى قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى قتل أشقى الأشقياه أيوة سيدا بالمحراب صاب وسال دم بالمحراب صاب وسال دم دم وبعد جزم لعد السيف سم آجالي دم ولزم راسب اليم وفرد نادى وحق رب النبي في زيد عظم الله لكم الأج شال والإمام من شال الحسن والحسين وجاءوا بي نحو البيت لما سمعت العيال العلويات صوت هذا النداء عرفة العقيلة ظلت تنتظر بالها على الأبو وإذا أول مر أمير المؤمنين جايلين الأولاد ومقبلين نحو البيت جايل نحو البيت هذا علي اللي هو الرافع الباب هذا علي الذي نادى بحق جبريل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار وإذا بأمير المؤمنين متك على أولادي وأول أولادي والمؤمنين ومقبل إلى البيت نظرت العقيل زينب إليهم والنات والنات وصاقت يلم جبلين والنات وصاقت يلم جبلين هذا الشائلين أو ياكم منين هذا الشائلين أو ياكم منين لما نسمح الحسن وحسين لما نسمح الحسن وحسين صاح الزينب زيد لونين صاح الزينب زيد لونين أبو جنطبار وراسن الصين والأبو جنطبار ورايا يا أسن الصين يا أسن الصين يا أسن الصين سهل أمورنا واسع أرزاقنا اخفر ذنوبنا ترحم على أماتنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي ادفع عنا وعن جميع خلقك هذا الداء والبلاء والوباء يا الله عجل فرج إمام زماننا أحفظ هذا البلد الطيب وجميع بلدان المسلمين اللهم احفظ جميع مجالس أهل البيت لا سيمة المجلس المبارك والقائمين به اللهم تقبل منهم ومنناه وإلى أماتكم ومن مات على الإيمان لا سيمة أمات وأمات خدمة الحسينية نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات كسر حزني سكون الليل وجرحك يا علي تكلم أنا العباس بجروحي رسمت على الدهار ما تم من وحشا قلب زيانا سواد اللي لا يتعلم ومن عامل حسن وحسن لون الله